موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم عزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضية وحوار وفي هذه الحلقة نتناول الأبعاد القانونية لحصار قطاع غزة وذلك من خلال تقرير لجنة رابطة المحامين الديمقراطيين العالمية وأستضيف معي هنا في الستوديو عضو اللجنة التنفيذية في رابطة المحامين الديمقراطيين العالمية ورئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا الأستاذ صباح المختار سالصباح نرحب بك في هذه الحلقة من قضية وحوار الأمم المتحدة في شهر يوليو من العام الماضي عرضت تقريرا قدمه رئيس وزراء نيوزيلندا سابقا جيفري بالمر خلص فيه إلى أن الحصار على قطاع غزة هو قانوني وبأن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سفينة مرمرة المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو عمل مبرر ويقع ضمن مياهها الإقليمية أنتم في الرابطة قمتم بزيارة مؤخرة إلى غزة وقمتم برصد الحصار على قطاع غزة بأم أعينكم وعددتم تقريرا لذلك فهل يتناقض أو يؤكد تقريركم ما خلص إليه جيفري بالمر؟ بالتأكيد هناك تناقض في الرأي أولا من حيث المبدأ المحامين حينما يتناولون قضايا أحيانا يخرج المحامين بآراء متناقضة وآراء مختلفة لذلك وهذه من طبيعة الأمور فهناك تقرير بالمر هذا التقرير في تقديرنا هو تقرير يتناول الجانب السياسي أكثر من الجانب القانوني ثانيا يتناول موضوع الحصار البحري فقط في حين نحن نتحدث عن غزة كمنطقة مساحتها 360 كم مربع يسكنها تقريبا مليونين إنسان هذا أكبر سجن في العالم وفق كافة المعايير الموضوعية بغض النظر عن أي اعتبار آخر يعني فقط هذه الجزئية هل تقول بأن تقرير بالمر أريد به بتناوله فقط لموضوع الحصار البحري فقط أن يوظف سياسيا لمصلحة إسرائيل؟ بدون أن شك كان هذا التقرير معد هو أصلا كانت الفكرة هي أنه هل أن إسرائيل انتهكت قانون البحار في اعتراضها السفينة خارج المياه الإقليمية أم لا كان هذا هو السبب الدافع لهذا التقرير في تلك الحالة أولا هناك جوانب في ذلك الجانب البحري هذه عبارة عن قرصنة بحرية لأن ما تم كان خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية هذا في عرض البحر وبالتالي هذا مخالف بمنتهى الوضوح إلى أحكام القانون الدولي البحري ثانيا أنه تناول هذا الجانب لكي يبرر للإسرائيليين الموقف الذي اتخذوه وهناك بالمناسبة العديد من الآراء القانونية الأخرى التي تتعارض مع هذا وتتناقض معها ولكن زيارة الرابطة إلى غزة في هذه المجال كان لبحث موضوع الحصار على غزة المنطقة التي يسكنها مليونين إنسان أنت قلت بأن جيفري بالمر في تقريره تناول الزاوية واحدة وهي الإمكانية أن تقوم إسرائيل بعمليات داخل المياه الإقليمية إذ كانت لها أو لا حتى يمكن أن المياه الإقليمية لأي دولة محتلة قانونيا يمكن أن تقطع لها ولذلك وظف سياسيا طب أنتم عندما ذهبتم إلى قطاع غزة وتناولتم الحصار على قطاع غزة وأبعاده الإنسانية السؤال هنا كيف تتؤثر الأبعاد الإنسانية لهذا الحصار في تناول الموضوع من ناحية قانونية أولا هناك ادعاء من قبل إسرائيل أن غزة هي ليست محتلة باعتبار أنه لا يوجد جنود إسرائيليين في غزة وهذا الكلام غير صحيح لأن إسرائيل غزة محاطة من كافة الجهات وعند الحديث عن الجانب البحري القانون البحاري ينص على أن في المياه المفتوحة تكون الحدود الدولية للمياه الإقليمية 12 ميل بحري إسرائيل خفضت حدود البحرية لغزة من 12 إلى 6 ثم قلصتها من 6 إلى 3 والآن حتى أثناء وجودنا قد قتل بعض الصيادين داخل منطقة الثلاثة أميال منطقة الثلاثة أميال الموجودة حاليا عند غزة يتم تلويث المياه فيها لأن مياه الصرف الصحي تلقى في البحر بدون معالجة وذلك لأن إسرائيل قامت بتدمير مراكز معالجة مياه الصرف وتمنع استيراد الأدوية وتمنع المواد الكيميائية وتمنع إعادة إنشاء هذه فحتى منطقة الثلاثة أميال الموجودة حاليا أصبحت ليست قابلة للاستعمال لا يمكن الصيد فيها ولا يمكن الاستعمال فلسطينيون استشهدوا أثناء وجودكم وأثناء أعدادكم لتقريركم ما يملبسات استشهادهم وكيف يوظف أو كيف يخدم استشهاد هؤلاء قضية رفع على الدعاء بأن إسرائيل غير مسؤولة عن خطاع غزة إسرائيل بالنسبة لها مستهترة بأحكام القانون الدولي وكثير من الدول الأوروبية وبريطانيا من جملة هذه الدول وأمريكا لا تلقي بالا للمخالفات الإسرائيلية وهذا ليس المجال الوحيد في هذا المجال إسرائيل الآن كل الذي تعمله أنه تضع حد ثلاثة أميال وأي سفينة أو زورق بالمناسبة نحن نتحدث عن سفن ولكن في الحقيقة كلها عبارة عن زوارق صغيرة جدا فيها واحد أو اثنين من الصيادين لكي يكسبوا عيشهم لكي يعطوهم طعام للناس هناك هؤلاء الصيادين حينما يقتربوا من خط الثلاثة أميال تقوم إسرائيل بإطلاق النار عليهم إذن كيف ماذا يسمى هذا العمل إذا كانت إسرائيل تقول هذه ليست منطقة خاضعة لها ولكنها عندما يتجاوز هؤلاء مسافة بسيطة جدا فإنها تقنصهم وتقتلهم من هنا وإحدى الأشياء المهمة التي تحدثت عنها الرابطة هو أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل يتم عدم متابعتها من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الأمم المتحدة وحتى من قبل محكمة الجنايات الدولية لدينا أهم من ذلك لدينا تقرير جولدستن الذي لم تقم المحكمة الجنائية بتحريك أو اتخاذ أي خطوة والذي تراجع عنه جزئيا للأسف هذا لا يهم كونه قد تراجع عن تقرير هذا التقرير أعد وطبع باسم الأمم المتحدة أما موضوع بعدين هو كشخص عمل من قبل الجالية اليهودية حرم من حضور القداس لابنه حرم من ابنه من أن يصبح يهوديا إلى آخر من كل مساءل الظهور تؤدي على الفرد لتغيير رأيه هذا من موضوع ثاني ولم تمس الجوانب الرئيسية في التقرير بقي أولا وثيقة دولية وثيقة أممية وثيقة قانونية ومؤكدة من كافة الموضوع الرئيسية هذا يقودني للسؤالي ما ههمية تقريركم في رابطة المحامين الديمقراطين العالمية إلى التقرير الأخرى التي قدمت سواء تقرير جيفري بيلمر أو تقرير حتى جولدستون وما هي مكانة هذه الرابطة العالمية؟ أولا هذه الرابطة تأسست عام 1946 لديها أعضاء في تقريبا 120 دولة تعقد اجتماعات سنوية ثلاث مرات بالسنة في إحدى المدن العام الماضي قررنا أن نعقد الاجتماع القادم في غزة وذلك تأييدا للحق الفلسطيني وتأييدا لعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لذلك ذهبنا إلى غزة أثناء وجودنا هناك استطعنا أن نقوم بزيارة والاتصال لتحرير الحقاق التقينا بكافة منظمات الأمم المتحدة الأونروا واليونسكو واليونسيف ومنظمة الصحة الدولية التقينا بكافة الفعاليات المدنية المرأة الصيادين نقابة المحامين التقينا بمنظمات السياسية الموجودة هناك فتح وجبه الشعبية وكافة الفئات المعارضة لحركة حماس إضافة إلى لقاءنا بحماس التقينا بعدد من الوزراء التقينا بالنقابة المحامين والتقينا تشرفنا باللقاء مع هنية رئيس الوزراء في نهاية الأمر هل كانت هذه اللقاءات ضمن خطة من قبل الرابطة لدعم تقريرها الذي تعده في قطاع غزة؟ بالضبط أردنا أن يكون التقرير الذي نقدمه تقريرا مبنيا على أولا المشاهدة العينية وثانيا أن تكون من المصادر الموثوقة والمختلفة قام حقيقة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قام بجهد كبير في تنظيم هذه العملية لأننا استطعنا أن نسمع آراء كافة الجهات وجدنا من منظمات الأمم المتحدة التي ذكرتها الصعوبات بلغونا عن الصعوبات التي يواجهوها والتعنت الإسرائيلي في تحقيق أهدافهم التي كلفتهم بها الأمم المتحدة المشكلة أنه هناك هذا جزء من اللي أتمنى على الأخوة الفلسطينيين في نهاية الأمر أن يعو قدر المشكلة التي يعانوها أنا أفهم أن تكون للقيادات أحيانا مواقف معينة لممارسة العمل الدبلوماسي أو الضغوط الدولية ولكنني غير قادر على فهم اختلاف السياسيين وتأييدهم لمواقف فقط لأنهم يؤيدوا الرئيس سنتناول هذه معناس الصباح العلاقة بين القانون والسياسي ولكن من خلال دور الرابطة نفسها ما هو الحد الذي يفصل بين مهمة هذه الرابطة إنسانيا كتضامن أنت ذكرتها ذهبت إلى قطاع غزة لكي تثبت تضامنها مع الشعب الفلسطيني وبين بعدها السياسي في ربما ربما إظهار التأييد للحكومة الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة وهذا كله ألا يتناقض مع مهمتها القانونية في تقريرها لا أولا من حيث المبدأ محاولة التصوير أن يمكن وضع سياج فاصل بين القانون والسياسة وحقيقة كلام غير حقيقي هذا الأمم المتحدة هي منظمة دولية تعمل وفق القانون ولكنها تمارس العمل السياسي المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة قضائية وقانونية ولكنها تمارس دورا سياسيا العمل الذي يجري في الوقت الراهن هو عمل سياسي بامتياز من كافة الجهات وكافة النواحي هذه المنظمة الآن تعتقد أن هناك محاولة لتشويه سمعة الحكم الموجود في غزة هذا التشويه غير مقبول لأنه ذهبنا هناك للاطلاع على مدى الصحة في هذا الاتهام لذلك التقينا بكافة أطياف المعارضة الفلسطينية في غزة ولكن بصدقل كان لديكم تصور مسبق عن هذه الفرضية أم ذهبتم لتتحققوا من صدقها أم عدمه؟ بكل أمانة ذهبنا بعقل مفتوح ومحاولة للفهم ثانيا يجب إدراك أنه أنا الوحيد اللي أنا عربي بقية الأشخاص اللي كانوا معانا من اليابان والفلبين وهيتي وجنوب أفريقيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا يعني لجنة أممية بمعنى الكلمة وبالتالي لجنة أممية بمعنى الكلمة أنا كنت العربي الوحيد اللي معاهم وبالتالي حتى لو كان أنا عندي آراء مسبقة طبعا أنا أقول لك بكل أمانة أنا ليست لدي آراء مسبقة ولكني أشعر أن هناك شيء لا يمكن قبوله وفق المعايير الدولية مليونين إنسان الآن محاصرين لكل هذه السنوات ويجري حصارهم ليس فقط من الدولة المحتلة العدوة وإنما حتى من الجارة مصر وهذا الجانب تناولناه بعد أن عبرنا إلى الجانب المصري والتقينا بالمسؤولين مصريين والمنظمات المصرية حاولنا أن نفهم ما هو السبب القانوني الذي يتيح لمصر كدولة مجاورة لمنطقة منكوبة أن لا تقدم العون وهل فهمتموه؟ لا مع شديد الأسف لأنه الجانب المصري أيضا وهذا الكلام اللي ذكرت على الفلسطيني ينطبق علينا كعرب هناك محاولة لتبرير مواقفنا يعني الدولة المصرية بغض النظر أي حكم فيها وبغض النظر الدولة المصرية لديها التزام وفق أحكام القانون الدولي بمساعدة المنطقة المنكوبة المجاورة إليها هذا التزام وفق قانون الحرب وفق قانون اتفاقيات جينيف إلى آخره مصر لا توفي بهذا الالتزام لكنها فتحت المعبر لا يمكن إنكار بأن الوضع قبل في زمن حكم مبارك يختلف اختلف جدريا على الوضع الآن هذا هو ما ذكر لنا أخوتنا في مصر حركات السياسية والمسؤولين والحكومة لكن أخي في معبر مرفح الشخص الذي يقيم على هذا الجانب لا يستطيع أن يضع زوجته وابنه بسيارة ويعبر من المال لا يمكن لأي وسطة نقل سواء كان صغيرة أو كبيرة فردية أو مؤسسة أو أي شيء أن تعبر هذا المعبر المعبر لعبور الأشخاص فقط وفي أوقات محددة وخلال ذلك هذا المعبر لا يمكن إمرار أي شيء من المعبر هذه المنطقة فيها مليونيين آدمي يحتاجون مساعدات لذلك أنشئت الألف وثمانمائة نفق وهذا عار على الإنسانية إذن ما هو ملخص تقريركم فيما يتعلق بقانونية أو حدم قانونية الحصار على قطاع غزة ومسؤولية كل الأطراف فيه الأطراف الفلسطينية إسرائيل الاحتلال وأيضاً الجار الكبيرة مصر أولاً الاحتلال لغزة الإسرائيلي هو مخالف لإحكام القانون الدولي وثانياً من حق الفلسطينيين أن يكون لهم حق في تقرير مصيرهم هذا الجانب الأول الجانب الثاني أن الحصار هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لأنها جريمة عقاب لمليونين إنسان الجريمة لا تنصرف فقط إلى التعذيب والسجون والاعتقال وإنما إلى تدمير البيئة كمان هذه المشكلة تشترك فيها بالدرجة الأولى المسبب الرئيسي والمجرم الرئيسي في هذا السبب أو المتهم الرئيسي في هذا السبب هو إسرائيل ولكن هناك جهتين أخرين تشارك إلى درجات مختلفة منهم؟ أولاً الجانب المصري الجانب المصري وفق أي معريار لا يمكن تبرير الموقف المصري سواء كان الحكومة مرسي أو حسن مبارك أو أي أتبار آخر الموقف المصري حالياً لا يمكن تبريره ثانياً المنظمات الدولية الأمم المتحدة تعلم يقيناً أن المنظمات التي كلفتها بالعمل في غزة لا تستطيع ممارسة دورها وتقصد الأنروة بالدرجة الأولى لكن حتى عندك اليونسكو واليونسيف يعني أخي عطونا مثل أنه إذا أرادت اليونسيف أن تبني مدرسة لأنه عندها مخطط أن الأطفال في غزة يحتاجون إلى 200 مدرسة في الثلاثة أعوام القادمة لكي تستطيع أن تبني مدرسة من الوقت الذي تقرر بناء المدرسة حتى إكمال البناء الموافقات فقط تحتاج ثلاث سنوات قبل أن تدخل المواد لأن المواد لا يمكن أن تدخل من مصر لأن مصر لا تسمح لازم تدخل من إسرائيل وإسرائيل لا تسمح بإدخالها إلا بعد الموافقة على المشروع والأمم المتحدة تعلم ذلك والأمم المتحدة هي الدور الوسيط هي التي تستلم منظمتها في غزة تعطيها لمنظمتها في نيويورك ونيويورك تعطيها إلى رامالة هل هي راضية بذلك؟ أم أنها متقاعصة عن أبا إليها؟ لا بدون أدنى شك وهنا يأتي الجانب السياسي هذا لا يمكن أن يكون تقاعص هذا لا يمكن أن يكون عدم إدراك غزة الآن موجودة لكن هناك تقرير للأمم المتحدة نفسها يقول الماء الآن في غزة في فنادق الخمسة نجوم إذا كان هناك شيء الماء لون أصفر كريه الرائحة لأنه فيه مياه مجاري هذا اللي وجدناه نحن أشخاص نفسنا تأخذ الحمام في الفندق تفتح الماء ينزل لك ماء لون أصفر كريه الرائحة وإذا تذوقت ماء ملح المي غير صالح للشرب حالياً ولكن يمكن الإختصال فيه تقرير الأمم المتحدة الرسمي يقول في عام 2016 يعني بعد أربعة سنوات من الآن هذا الماء لن يكون ليس فقط غير قابلاً للشرب وإنما غير قابل للاستعمال البشري أي لا تستطيع أن تختسل فيه أو تغسل به ملافظة سيكونوا كارثة هناك مليونين إنسان لا يوجد نهر لا يوجد بحر لا يوجد ماء لا يوجد تصفية هل يدعوكم لأن تقولوا في بيانكم بأن العالم المجتمع الدولي متواطئ في الحصار على قطاع غزة؟ نحن نشير إلى الوقاع نحن نحاول أن نعطي للعالم ما وجدنا أمامنا وعلى العالم أن يصل إلى النتائج التي يريدها لا يمكن السكوت عن وبالطريقة التفكير الشرقية أنا أتكلم الآن كشرقي من رأى منكم منكراً فليغيره باليده فإن لم يستطع فيه بلساني فإن لم يستطع فيه بقلبي وذلك أضعف لي أنتم حاولتم باللسان؟ حاولنا على الأقل باللسان الآن الآن أبلغنا الناس ليس هناك من لا يعلم لقد بلغ الجميع بلغ الفلسطينيين السياسيين والقادر بلغت الحكومة في يعني يجب أن تكون قد وصل لها العلم بلغت المنظمات الدولية بلغت جمعيات العمل المدني منظمات الأمم المتحدة كيف يعني بالنسبة للمنظمات الأمم المتحدة وهنا السؤال عن ما أهمية تقريركم وتبليغكم لها في إطار التقارير التي تعدها الأمم المتحدة نفسها التي نأمل وطبعا هذا بالحديث مع منظمات الأمم المتحدة نفسها في غزة اللي هي اليونسكو واليونسيف والأونروا والآي سي آر سي والصليب الأحمر قالوا أنهم كثيرا ما يكتبون التقارير للمتحدة ولكن لا يعالج الأمر تقريرنا سيضاف إلى شيء آخر بحيث يقال للأمم المتحدة لأن تعرف أنت الموظف اللي بالأمم المتحدة اللي جالس في غزة يخشى أن يكتب لرئيسه أكثر من المعقول طبعا هم ناس ملتزمين ولديهم سلوك مهني وأخلاقي وقانوني وبالتالي يقوموا بالتبليغ ولكن يمكن إضافة شيء آخر أن هذه لجنة مستقلة هؤلاء لا يحتاجون مرتب ولا يعملون من أجل الأمم المتحدة وليسوا من الناس الذين فلسطينيون وهل يعطيها لجنة مصداقية أكبر لدى الأمم المتحدة والمنظمة الدولية بطبيعة الحال هذا ما نأمل ولكن ليس هذا بالضرورة ما يجري عليه العالم طب كيف ستتابعون نتائج هذا التقرير وأن ينفذ ملخص هذا التقرير إلى الذي يعنيه الأمر أولا تم إرسال التقرير هذا إلى كافة المنظمات الحقوقية في العالم العربية وغير العربية نأمل أن يتكون هناك رأي عام قانوني لمعالجة الأمر المسألة كفانة لعب السياسة أن إسرائيل سفينة جايبة مساعدات إنسانية على بعد أكثر من عشرة أميال وبالتالي تكون في البحر يتم قتل السكان عليها وتطلع لك تقرير يقول لك والله هذا مشهور هذا مبارضة التقرير مع الجولدستون أوكامبو بالمحكمة الجنائية الدولية لا يريد أن يطبقه والحكومة لا يعرف شيء ولكن أشيرونا أستاذ صباح المختار بأن عدد من الخبراء العالميين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قالوا أن حصار قطاع غزة غير قانوني ولجنة بالمر أخطأت في تقريرها ولا يمكن إنكار الأثر السلبي للحصار على قطاع غزة على وضع حقوق الإنسان في قطاع غزة وأيضا مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ريتشارد فولك أشار إلى أن بالمر كان يسعى للمصالحة كما ذكرت أنت في بداية كلامك بين إسرائيل وتركيا مغفلا الجوانب الإنسانية الخطيرة للحصار على قطاع غزة الفكرة الأساسية هي بسيطة هناك معاناة أمام الإنسان أن يراها وأنا أزعم أن الغالبية من الذين يتحدثون عن القضية الفلسطينية أو غزة أو حماس أو الصراع بين حماس وفتحوا إلى آخره لم يزوروا غزة لم يطلعوا على حقيقة الأمر وجدنا نكبة إنسانية وأقول لك بعد أربعة سنوات أنا لا أعلم ماذا سيحصل لهؤلاء المليونين آدمي الذين يعيشون في صحراء ولا يوجد ماء لا يوجد نهر ولا يوجد مشروع لتحلية مياه ولا هناك حتى مشروع لإنشاء هذا الأمر أربع سنوات لا تكفي لإنشاء هذا ولحد الآن العالم ساكن الجميع يتحدث بهذه القضايا السياسية إذن هذا السؤال أعيدك عندما تطرقت إلى السياسي ما هي مسؤولية فعلا القادة السياسيين الفلسطينيين والعرب أيضا وسنينسح بذلك على قادة المجتمع الدولي في أن يوقفوا أمام مسؤولياتهم عن هذه الكارثة لا يا أخي أنا أفهم أن تكون للقيادة السياسية كما ذكرت يعني سواء كان الحكومة في رام الله أو في غزة يكون لها موقف سياسي نتيجة للضغوط الدولي لكن ما لا أستطيع قبوله هو قيام الأخوة السياسيين الفلسطينيين بتبرير مواقف القادة التي لا يمكن تبريرها على سبيل المثال حينما طلبت غزة أو حاولت مع مصر أن تفتح الحدود بحيث يعملوا منطقة تجارة حرة وكذا طلعت كل أنواع التبريرات واحد يقول لك أنه سيزيد الانقسام كأنه ما في انقسام سيزيد الانقسام بين فتح وحماس بحيث واحد من زملائنا اليابانيين سألهم للأخوان السياسيين الفلسطينيين قال لهم انقسام ما أكثر من هذا ما أكثر من هذا الآخر يقول لك أنه بالنسبة لنا المصريين يقول لك أنه إذا فتحنا الحدود ستزداد عمليات الإرهاب أخي هناك 1200 نفق حاليا تعبر منها أوادم وسيارات وأسلحة وفلوس وكل شيء بالاتجاهين يعملوا منطقة على مبنية منطقة تجارة حرة بحيث واحد يشوف التالي واحد يقول لك أنه الأخوان السياسيين يبررون موقف الحكومة التي تعرضها هناك كثير من الأمور لا يمكن يعني باختصار لا يمكن استمرار المعاناة الإنسانية والاقتصادية لقفع غزة على حسابات سياسية إطلاقا هذا هو الأمر غير المقبول وطبعا شاهدناها أيضا قبل كم يوم لما أمير قطر راح واحد يقول لك أنه إسرائيل دفعته والآخر ضد قد يكون كله صحيح يجب أن نترك موضوع السبب الذي يودي ننظر إلى العمل العمل هو المهم الآن حاليا هذا العمل هل يفيد الملايين الموجودين سواء كان الأكل ولا السياسة هل يفيد الناس سألنا الأخوان السياسيين من الأحزاب السياسية المعارضة في غزة يا أخوان رجاء إذا فتحت الحدود مع مصر نعم يمكن يزيد الشقة ويبعثوها إلى مصر أصلا غزة لا المصريين يردوها ولا الفنسطينيين يردوها لكن قلنا لهم طيب ولا الاحتلال ولا حد أهب بدهم يأخذها البحر يأكلها البحر السؤال هو أنه كيف هل أنه هذا العمل سيفيدكم أنتو كفلسطين حتى ولو أنت معارض أنت إنسان معارض موجود في غزة أنت من فتح ما هي أعطينا سبب واحد لماذا تكون فتح الحدود شيء مسيء لك بدل ما تشتري أنت المواد من النفق وبالتالي تجيب أربع ضعاف السعر إذا دخلت على الأرض بطريقة بمجب منفست وأوراق على الأقل تشتريها من نص السعر قلني وين هو الخطأ في ذلك يعطوك كل أنواع التبريرات التفسيرات السياسية والدوافع وهذا دافع هذاك وهذا يشتغل مع هذا وحماسه وفتحه والإخوان المسلمين كل التعابير التي نسمعها وقد تكون صحيحة أنا لست في مجال ابنك ولكن على الأرض هناك معاناة لمليون إنسان وما لم يتوقف العالم والفلسطينيين والعرب والمسلمين أمام هذه النكبة لحلها فإننا سنشهد مأساة لا يمكن تصورها وهذه بالمناسبة أكثر من الهولوكوست مع اليهود ونختم في ربما يكون حسب رأيي هو الركن الأساس في تقريركم مسؤولية الاحتلال كيف يمكن أن نعتبر احتلال غير قانوني بالأساس وما يصدر عن هذا الاحتلال من حصار من تجويع من حتى كارثة إنسانية أن يكون قانونيا في تقارير الأمر ليس كذلك الأمر هو بالشكل الآتي أنك إذا ارتكبت جريمة عليك أن تحاول تخفيف الجريمة لا يجعل الجريمة صحيحة وبالتالي القتل في الحروب القتل هو قتل لكن لا يمكن استعمال التعذيب ولا يمكن استعمال المواد الكيميائية ولا يمكن استعمال لا تزيد على الجريمة لا تزيد على الجريمة لكن هذا لا يجعل مما فعلت مشروعا وإذا قمت بعمل غير مشروع لا يعني أن ما يستكبع ذلك هو لا يؤدي إلى جريمة إضافية لذلك الإنسان يحاكم عن ليس جريمة واحدة أحيانا وإنما عن ستة جرائم متتالية التي نتجت عن الجرم الأول وبالتالي بالنسبة إلى الاحتلال هو عمل غير مشروع ما يجري في الوقت الحاضر الاحتلال كان في الماضي لا يزال قائم لكن كان في الماضي اليوم هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب والجميع ساكت ومع الأسف نحن العرب والمسلمين والفلسطينيين منشغلين بتوزيع الاتهامات ومنشغلين في اتهام بعضنا البعض وفي تبرير وتفسير المواقف دون أن نلتفت إلى النكبة التي يعاني منها أهلنا في غزة وربما يكون تقريركم وزيارتكم دعوة وخطوة في الاتجاه الصحيح لتنبيه الفلسطينيين والعالم إلى ذلك الخطر المحدق عضو اللجنة التنفيذية في رابط المحامين الديمقراطيين العالمية ورئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا الأستاذ صباح المختار شكرا جزيلا لك كما أشكركم أعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقة من قضية وحوار أترككم في أمان الله شكرا جزيلا لك